رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر التوقف فورا عن تمويل الإرهاب دعية بدورها الدوحة إلى البدء في تصحيح سياستها تطورات الأزمة الخليجية في هذا التقرير حسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضبابية موقف بلقطر من الأزمة الخليجية حيث أعلن وبكل صراحة أن دولة قطر للأسف قامت تاريخيا بتمويل الإرهاب على مستوى عال جدا حسب تعبيره ترامب أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في البيت الأبيض أنه قرر مع وزير خارجيته وكبار الجنرالات والتواقم العسكرية أن الوقت حان لدعوة قطر إلى التوقف عن تمويل الإرهاب من جهتها رحبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بدعوة ترامب إلى قطر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أكد أن محاربة الإرهاب والتطرف لم تعد خيارا بقدر ما هي التزام يتطلب تحركا حازما وسريعا لقطع كافة مصادر تمويله من أي جهة كانت دولة الإمارات دعت الدوحة إلى أن تراجع سياساتها الإقليمية بعد أن تقر بالمخاوف التي تتعلق بدعمها المقلق للتطرف البحرين رأت من جهتها أن هذا الموقف الحازم يأتي في إطار الجهود الأمريكية الحثيثة ويعكس إصرارا شديدا على مواصلة مكافحة كل صور الإرهاب وضمان التكاتف الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة